حدثنا عبد الله بن محمد وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن زرعة بن عبد الرحمن عن مولا لمعمر أل تيمي عن أسماء بنتي عميس قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا كنت تستشفين قالت بالشبر مقال حار جار ثم استشفيت بالسنة قال لو كان شيء يشفي من الموت كان سنة أو السنة شفاء من الموت أثنى يحيى بن سعيد عن موسى الجهني قال دخلت على فاطمة بنتي علي فقال لها رفيقي أبو سهل كملاكي قالت ستة وثمانون سنة قال ما سمعت من أبيك شيئا قالت حدثتني أسماء بنت عميس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبي حدثنا وكيع حدثنا عبد العزيز قال حدثنا هلال مولانا عن أبي عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن جعفر عن أمه أسماء بنتي عميس قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولها عند الكرب الله ربي لا أشرك به شيئا حدثنا يزيد قال أنبأنا محمد بن طلحة قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عن أسماء بنتي عميس قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالثة من قتل جعفر فقال لا تحدي بعد يومك هذا قرأت على عبد الرحمني مالك عن عبد الرحمني بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنتي عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرها فلتغتسل ثم لتهل حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن الوليد بن كثير قال حدثني عبد الله بن مسلمين الطويل صاحب المصاحفي أن كلاب بن طليد أخى بني سعدي بن ليث أنه بينه وجالس مع سعدي بن الموسيب جاءه رسول نافعي بن جبير بن مطعمي بن عدي يقول إن أبن خالتك يقرأ عليك السلام ويقول أخبرني كيف الحديث الذي كنت حدثتني عن أسماء بنتي عميس فقال سعيد بن المسيب أخبره أن أسماء بنت عميس أخبرتني أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد إلا كنت له شافعا أو شهيدا يوم القيامة حثنا يعقوب قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن أم عيسى الجزاري عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب عن جدتها أسماء بنت عميس قالت لما أصيب جعفر وأصحابه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بغت أربعين منئة وعجمت عجيني وغسلت بنية ودهنتهم ونظفتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتني ببني جعفر قالت فأتيته بهم فشمهم وذرفت عينه فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما يبكيك أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء قال نعم أصيب هذا اليوم قالت فقمت أصيح واجتمع إلي النساء وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعما فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم